اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مع معالي السيد أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وذلك على هامش مشاركة معالي وزير الخارجية في اجتماع التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي حيث تم بحث جدول أعمال القمة العربية التي ستعقد بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني من الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة خلال شهر مارس الجاري وعرب معالي وزير الخارجية عن خالص تمنياته للقمة العربية المقبلة بكل النجاح والتوفيق مؤكدا معالي عمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط مملكة البحرين بالأردن في ظل ما تحظى به من رعاية كريمة من قيادتي البلدين وما تستند إليه من دعائم قوية ورؤى متوافقة لتطوير مسار العمل العربي المشرع وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة مشيدا معالي بما تشهده هذه العلاقات من تقدم وتطور على كل المستويات بما يعود بالخير والمنفع على البلدين والشعبين الشقيقين من جانبه عرب معالي السيد أيمن الصفدي عن اعتزاز المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالعلاقات الأخوية المتميزة مع مملكة البحرين مؤكدا حرص بلاده الدائم على توثيق الصيلات وتدعيم أوجه التعاون مع مملكة البحرين متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والرخاء